النهاردة الأهلي استأنف تدريباته ويمكن الفريق رجع من السعودية فجر السبت بعد المباراة على طول الفريق ركب الطيارة رجع القاهرة خد أجازة السبت النهاردة اطمارن الحد بكرة يدخل معسخر عنده مباراة متلات مع البنك الأهلي ساعة تسعة ونصف مسان ان شاء الله على استاد القاهرة الدولي النهاردة الفريق استأنف تدريباته صباحا بعد الرحة السلبية لمدة 24 ساعة كانت فيه محاضرة نظرية في بداية التدريب وبعكده كان فيه تدريبات بدنية واستشفائية في اللجيم على هامش المران الجماعية على فكرة الحراس الأربعة كنا موجودين في المران مصطفى شبير حمز علاء مصطفى مخلوف محمود اللزنفالي كان فيه تدريبات بدنية ومتنوعة فنية متنوعة تحت إشراف مشيل يانكر وبعكده التدريب اختتم بفقرة مران تأسيمة كده شارك فيها مجموعة من اللاعبين بفريقين قدامنا هو ده جانب من التدريبات أفشا بقى وصاحب القضية الهدف التاني في مرمى نادي الزمانك عشان يحسم اللقاء والمباراة والبطولة لصالح النادي الأهلي لعيب جميل أفشا لعيب جميل وربنا بيكرمه بيوفقه بيدي له كده لحظات تاريخية عشان يفضل جمهوري الأهلي يفكره زي ما افتكر نجوم كبيرة وعديدة على مدار السنوات طويل قدامنا هو اللاعيبة مودست وكريم فؤاد ويعني الحراس كمان اللي موجودين للأربعة أفشا ومحمود متولي وشايفين ريدا سليم على فكرة ريدا سليم كان موجود فعلى دكة البودلاء فماتش اللقاله زي ما كانش يقدر يشارك فيعني كولر كان بيكمل الشكل القايمة لأن يعني ريدا كان عنده شكة كده خفيفة في العضلة لكن الحمد لله شوفي منها وأصبح دلوقتي جاهز للمشاركة الجمعية الجهاز الفن بقيادة الداهية أنا عسامي من هنا ورايح الدهية مرس الكولر كابتن خالد بيبو بنقول لك مبروكة كابتن خالد أداء داري موفق جدا في الفترة الأخيرة مع فريق الكورة كريستو محمد مجد أفشا كريم فؤاد زي ما لقوا هم المجموعة أكرم توفيق فيه كمان مراوانة عطية أحمد نبيل كوكا يعني بنقول لك مبروك البطولة مع النادي الأهلي وعمر كمال عبد الواحد ومحمود اللازونفولي يمكن أول بطولة ليهم في النادي الأهلي لسه بنتكلم هو في أيام قليلة مع انضمامهم للأهلي على طول خد أول بطولة ليهم مع النادي الأهلي ده الجانب المتعلق بالتدريب النهاردة أليو ديانج رجع للقاهرة خلاص مساء أمس السبت بعد إجراحة ناجحة باستقصال جزء من غضروف الرجبة دكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق قال أن ديانج هيبدأ اليوم تنفيذ البرنامج العلاج الطبيعي والتهيل البدني المحدد لهم من بعد إجراء إجراحة ابدأ يحسب كده أن النهاردة 10 مارس ولعلى أوائل شهر 5 نبدأ نشوف ديانج إن شاء الله يكون جاهز للتدريبات الجامعية ومن ثم المشاركة مع الفريق في المباراة بنتكلم يعني في حوالي شهرين بحد أقصى يكون أليو ديانج جاهز إن شاء الله مع النادي الأهلي